يا سادة احنا تكلمنا النهاردة في موضوع صحيح ممكن بعض الناس يقولوا انتوا تكلمتوا فيما يتعلق بنظرة المرأة للرجل وهذا قد يتكرر كمان في الرجل احنا سنتكلم ايضا عن ماذا اذا كان الرجل في لحظة من اللحظات برضو ينظر الى زوجتي انها اصبحت غلاء اقبه وهو يحتاج الى زوجة بمواصفات جديدة تتناسب مع مستوى الاجتماعي سنتكلم عن هذا وكيف نحل هذا بس احنا تكلمنا النهاردة عن ماذا لو كانت الزوجة هي اللي رأت ان زوجة اصبح غير مناسب لها وغير لائق بمستوى الاجتماعي وتكلمنا على ان احنا محتاجين بشكل واضح نجلس جلسة مصارحة ولابد ان احنا الزوجة تساعد زوجة على انه يطور من شخصيته وعلينا ان احنا بشكل واضح نسعى بشكل واضح على انه يكون هناك تواصل رشيد بينهم وان ده ان من التواصل الرشيد بشكل واضح وبشكل دقيق ان كل واحد يوم يمتن للاخر ويترك النظر ويترك مراكمة السلبيات ويترك كمان بشكل واضح ان هو يحاول يقف على الوحدة للتاني الامر المناسب كمان ان في التواصل ده كل مكان التعبير عن الكلام بشكل لطيف والتعبير عن الاحتياجات بشكل واضح بشكل ليس فيه اذى لا في لوم ولا في انتقاد ولا في كمان اي نوع من انواع الشكوى لكن فيه توجيه الى المحاسن الموجودة في الزوج وان يمكن استثمارها وان استثمار مهراته في ان هو يعيش في حال التطور وفي حال الترقي ويا سلام لو كلمته على ان الترقي ده من اكثر الاشياء التي يدعمها الله سبحانه وتعالى وتقول له الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا لعلم درجات كل ما تتعلم كل ما تترقى انت تترقى وتأخذنا معك وهذا سيزيد من جمالك ونوراك في قلوبنا انت حبيبنا لكن اذا تحصل نوع من انواع الترقي سنزداد حبا لك وسنزداد تعلقا بانك سند وانك راع وانك تسعى لكي يكون هذا البيت في خير حال كل ما نقول مع بعض الكلام ده وكل ما تتعامل الزوجة مع الزوجة بهذا الامر ستتغير الاحوال ونبتعد عنه اي فجوة ممكن تكون ما بين الزوجين الفجوات دي ما بتبقاش مليئة بالفراغ الفجوات دي بتبقى مليئة بالنيران فعلينا ان احنا نتخلص من هذه التراكمات ونجلس ونكون على قدر من الوعي وقدر من الصدق لكي نحصن بيوتنا لان هذه البيوت نعمة وشكر النعمة واجب ومن شكر النعمة ان نصونا البيوت من ان يتأذى فيها انسان او ان يكسر بخاطره او ان يسعى فلا يجد امتنانا ولا يجد رضا به وقبولا له اللهم اجعلنا من المرضيين واجعلنا من المقبولين وافتح علينا يا رب العالمين واغفر لنا اجمعين واجعل بيوتنا يا ربنا بيوتا طيبة مطيبة واجعلها يا ربنا في رضاك وفي حماك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين